الكلام ده صح ولا انا غلطان كيف هي؟ رغبتك رغبتك يعني انت كان عندك رغبة ان انت تنضم لنادي الاهلي يمكن دي برضو سهلت علينا الدنيا شوية اي صح مسؤولين انت راجي تكلموا معايا اسألوني عندك رغبة ولا اقلت له ما عندي رغبة كبيرة نادي الاهلي فريق كبير اي لاعب يتمنى يلعب فيه اتم وحد جديد ان شاء الله ربي وفقنا ان شاء الله كابتن يمكن التراجي والاهلي بينهم من بعد كتير لقيت مشكلة مع جمهور التراجي من الاول اول مفاوضات فهم فيه برشة معناتها جمهير من التراجي بعثوا لي ارسليات ليه ماشي ليه ابقى اقعد في التراجي يمكن الكرة ما هو جمهور الكرة هو جمهور اليد اكيد بس خلي بالك شوف احنا فيه طبعا الياء يعني فيه دايما منافسة ومنوشاد بس هتلاقي في الاخر تونس ومصر تحس ان الجمهور واحد تحس ان الدنيا بنا وبن بعد ما نزعلش من بعض ابدا ايه مفيش تعصر يعني فيه منوشات زي الرياضة بس هتبقى مفيش تعصر يعني دا لمسناه خلينا اقول لك ان انت برضو انت جاي يعني النادي الاهلي واكيد عارف ان الاهلي ما بيبلش في مركز التاني جاهز لده يوساما يعني جاهز ان ان شاء الله تقدر طبعا فريق الاهلي معنات فريق كبير في افريقيا ويلعب على المركز الاولى على بطولة الكل لازم يتوش بها حاضرين للتحدي هذا واعين ان شاء الله وانا شوفتك النرده في الماتش مركز جامد ويعني يعني شايفك طول الماتش مكشر ومركز ويعني ما شاء الله عليك يعني بس وك وتحكت ان شاء الله تبقى موسم كويس وتعمل موسم يعني ان شاء الله يبقى فيه بطولات كمان ان شاء الله ان شاء الله جاب يوفقنا ان شاء الله كابتن اسلام يمكن ارجعلك لبقى